تباينت ردود أفعال الشارع الأنباري حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقال الرافضون للقرار بأنه يمثل استهدافا سياسيا فيما وصفه المؤيدون بالانتصار السياسي حقيقة نخشى من هذه التغييرات قد من الممكن أن تؤثر على الواقع الأمني فنحن نريد أن نبقى محافظين على الواقع الأمني بمحافظتنا من نريد أن هذه التغييرات ممكن تأثر على وضعنا وتعيدنا إلى المربع الأول الذي هو السيناوريوهات التي صارت في 2013 و2014 المحكمة الاتحادية لا تنظر بشخصا إلى الأمور التي تعرض أمامها بل تنظر إلى وضع العراق ومصلحة العراق في هكذا قرارات ندعو كافة الكتلة السياسية إلى التأذى فيما بينها وحدة الصف من أجل أن لا تكون هناك فراغ سياسي وأزمة سياسية تعصف بالبلد أكاديميون أشاروا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء بسبب ضغوط سياسية من الأحزاب الكبيرة التي اختلف معها الحلبوسي ما أدى إلى إقالته من عضوية المجلس عبر سلطة القضاء كل ما يتقاطع مع المزاج السياسي لبعض القوى الكبرى ربما سوف تكون هناك إقالة وبعض الإقالات هي إقالات قضائية نحن نستطيع أن نحترمها أي أن هناك بعض الإقالات تكون إقالات سياسية والأخرى هي إقالات قضائية ومنها إقالات قضائية سياسية أي أنها تندرج تخرج من المنطلق السياسي وتذهب إلى أروقة صناع أصحاب القرار في المحكمة الاتحادية مراقبون للشأن السياسي رجحوا إمكانية انهيار العملية السياسية والذهب إلى انتخابات برلمانية مبكرة بمعنى أن التوقيت سيستغل من قبل القوى السياسية باتجاه لا يضمن استمرار ربما العملية السياسية والحكومة وربما نذهب باتجاه انتخابات مبكرة لمجلس النواب وربما أيضا تؤجل مجالس المحلية إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب علق نواب حزب تقدم الذي رأسه الحلبوس عضويتهم في المجلس فيما قدم ثلاثة وزراء استقالاتهم احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية مخاوف كبيرة أبداها أبناء المناطق المحررة على الواقع الأمني نتيجة قرار المحكمة الاتحادية فيما شار قانونيون إلى أن مجلس النواب سيواصل جلساته برئاسة النائب الأول وفق النظام الداخلي للمجلس محمد الجميل الحرة محافظة الأنبار